الحيرة اللي انا واقف فيها دلوقتي هي مواجهة الكاميرا واشيح بنظري بعيدا عن الصورة اللي كانت موجودة واللي اتمنى انها تفضل موجودة معانا بالمناسبة هي حيرة حقيقية لانه ما ينفعش نفس انسانية سوية او عاطفة خالصة او عقل متزن يقدر يبعد عن هذه الصورة باي حال من الاحوال هل اللي حصل هو مجرد تصعيد واعتداء ولا اللي حاصل ادي الصورة حتى لو انا خرجت برا الاضاء عذرني يا عمر بس ادي الصورة ده مقدرش اوصفه بانه اعتداء ولا اوصفه بانه مجرد تصعيد من الجانب الصهيوني او الكيان الصهيوني تجاه اراضينا المحتلة في فلسطين تحديدا غزة ده اقل وصف ممكن نصفه بيه انه المجزرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مجزرة حقيقية ارض تصير خرابا ده مباشر دلوقتي من اراضينا في غزة اراضينا العربية في غزة مش بس اراضينا الفلسطينية المسألة ابعد واكبر واهم واعمق بكتير جدا من احنا نقول انه الصراع الاسرائيلي الفلسطيني لا هو قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة لا مية لا كهرباء لا طاقة لا حياء لا حياء ولا حياء لا حياء لا حياء ولا حياء الحياء الحياء دفنة واهيلة عليه التراب من اكتر من الخمسة وسبعين سنة وزي ما كنت بقولك مبارح فوق المية وسبعتاشر سنة ليه؟ لانه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وقادة وزعماء ورؤساء العالم الذي يدعي انه حرا كان يشاهد هذه المجازر من بدايات القرن العشرين وحتى هذه اللحظة ويصر دائما على انه الخطأ عند فلسطين هل دي مجرد جريمة حرب عادية واللي هي جريمة تقترف بحق كل المبادئ الإنسانية؟ مجتمع الغربي القادة كلهم ينقلبوا على مبادئهم بينقلبوا وانقلبوا وسينقلبوا على كل مبادئهم المتعلقة بالحرية والمساواة والإخاء والعدالة وحرية الرأي وحرية التعبير وحق الإنسان في الحياة انهي حق للحياة يتحدث عنه العالم وانهي حق للإنسان وهم بيتفرجوا على قتل الناس جوى المستشفيات اتفاقية جينيفر الرابعة أو تعديلات المادة أو البندة التسعتاشر من هذه الاتفاقية بيؤكدوا على إنه ده صاروخ بيتضرب على غزة واحنا بنتكلم وعشرات الصواريخ هتفضل تطلق على غزة واحنا بنتكلم الاتفاقيات بتقول إنه أيا كان حجم التصعيد المباشر ما بين بلدين أو فصيلين أو قوتين فلا يتم الاعتداء أو المساس لا بالكتل المدنية ولا بالمدنيين وما بين قصين ثقيلين لا المستشفيات ولا المدارس وفي تقريبا 24 ساعة اتضربت مستشفى واضربت مدرس مستشفى المعمداني ومدرسة الأنوروة اللي اتنين الله يعني انت عايز تقول لي إنه جو بايدن مدافع عن الحرية الديمقراطية فيصف إسرائيل بأنها واحدة الديمقراطية في المنطقة ولهذا سوف كنا ندعمها وسندعمها اليوم وغدا وللأبد هكذا قال وادي ساروخ تاني ده أنا مكملتش ستين سانية جو بايدن يؤكد أنه سوف يقوم بدعم إسرائيل إلى الأبد وأنه سوف يدفع ويحرك الكونغرس لمجموعة من المساعدات هي الأكبر مساعدات عسكرية هي الأكبر في تاريخ إسرائيل على مدار كل السنوات الماضية أكبر حزبة مساعدات عسكرية توجه من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني المحتل تاريخيا لأ وكل ده قالك علشان أصلهم لازم يحربوا حباس يا راجل يعني جيرلد فورد حاملة الطائرات يو اس اس آيزنهاور مدمرات هتبعت أسلحة وطيارات وصواريخ علشان فصيل واحد يا ما هذا الفصيل ده يا حجمه بقى على كده يستطيع تحرير الكرة الأرضية من كل ظلم إن كان ده حجم الاستعدادات العسكرية الموجهة الفصيل واحد طب وهو ده كلام يقبله العقل إيه ده هل مفترض إن إحنا هنستقبل الكلام ده ونبتلعه؟